يا كل لغات البشرية أحتاج للغة سرية كي لا يفهم قولي أحد إلا صاحبة المعنية فأضل أراسلها دوما من غير حروف مرئية وتغازل عيني عيناها بإشارات لاسلكية فيرانا الناس ولا عجب وردود الفعل طبيعية وبذلك نأمن حسادا قد عقدوا للحسد النية يا قلمي أكتب في صمت وانظم لقصائد شعرية وابحث في كل دواويني وانصر أوراقا مطوية ما عاد الخوف يراودني كلماتي أضحط حصرية لا أحدا غيري وسواها يظفر بحقوقي الملكية لا تذهب بالفكر بعيدا عشقي للغة العربية ترجمة نانسي قنقر